ترجمة نانسي قنقر للميزة التقير والتقلب يعني يسمى في علم الوبائيات الديناميك بيهيبيور وبالتالي فيلاسما تكون هناك خطوات استباقية ونسمى تفضل سعاد دكتور الوليد ما نشعر بالأمان إلا إذا أحكمنا السيطرة وكان جميع الدول العالم متكاتفة في الحد من انتشارها فما زالت هناك عالميا بعض الدول لنتمنى لهم الشفاء ما زالوا يعانون من تبعات فيروس الكورونا فنحن ليس بمنأ عن العالم وبالتالي فأن فريق البحرين الوطني من ضمن جهوده يستخدم أدوات الإحكام والسيطرة ومنها الجرعة المناشطة اللي راح أتكلم عنها طبعا هناك لغت كثير على المعنى الحقيقي من الجرعة المناشطة الجرعة المناشطة احنا نعرفها بأنها الجرعة الإضافية لتكميل وتعزيز الجهاز المناعي وتمديد فعالية جميع أذرع الجهاز المناعي فهي جرعة مهمة للسد من نقص في بعض الأشخاص اللي ممكن ما تكون عندهم مناعة مكتملة خصوصا للأشخاص اللي أخذوا من الجرعتين من التطعيم أهمية الجرعة المناشطة راح أكشف لكم الدراسة الوطنية اللي قامت بمملكة البحرين من الفترة من 1 سبعة حتى إلى 1 أكتوبر من هذه السنة 2021 من الأشخاص اللي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا 52% من الأشخاص اللي لم يأخذوا الجرعة المناشطة ترجمة نانسي قنقر